الأهلي في المونديال ولسه فقراتنا مستمرة وآخر فقرة خلاص وصلنا لها في حلقة النهاردة ومنورنا فيها كابتن أحمد فوزي نجم الأهلي السابق وحديث مستمرة عن مطشا الأهلي والهلال السعودي ويمكن إحنا عايزين ندخل في الموضوع على طول ونعرف مين الكفة عنده أرجح بس خلينا طبعا نرحب في البداية يا مساء الخير نهاردة بقول لك مساء الخير أول مرة على طول بتنوي صباح الخير أول مرة يا مساء الخير كل مفتحة أحمد أنا بحب اسمعه أنه موضوعي جدا في كلامه وبيعرف يقول الكلام المنطقي أنا بزع راصلي جدا من الكلام اللي مجرد كلام بيتقال وخلاص اللي هو إيه اللي هو أنا عندي فريق كبير جدا النادي الأهلي فريق واحد من أكبر الفرق في العالم أنا بعتبر كده الموضوع بالنسبة لي كده مش اعتبار ده أكيد أه بشوف أن فريق الهلال واحد من أكبر الفرق برضه في العالم لكن في الآخر أنا بلاعب فريقين كبار جدا فكان أنا وجهة نظري أحمد أن كان لازم يبقى هناك حكم على قد مستوى المباراة الحكم هل ينفع أنت لعبت كم سنة؟ أمرها ما حصلت في تاريخي يعني لعبت 19 سنة مثلا أمرها ما حصلت أن حكم يحكم للماتشين حاجة أوروبية ما فيش ما أشوف تزاريش في حياتي خصوصا لما يبقى في مشاكل أصلا الماتش السابق يعني سبك من المشاكل أو من عدمه هو أصلا في الكورة ما ينفعش حكم يحكم للماتشين وربعة في أي دائم على الحر يعني أنا دلوقتي متضايق من أحمد هي ما بتحصلش غير في الدورة الإنجليزية بس وده عشان من الأول بيبقى مكتوب من أول السنة متشين وربعة أه وربعة أه في الدورة الإنجليزية بس لأنهم في الدورة الإنجليزية كلهم 12 حكم منهم سبع معدين لربعين سنة دي حقيقة؟ صح فهم الـ 12 حكم دول بيتحطوا على الماتشات كلها بتاعت السنة فممكن يحكم لك حكم ثلاث ماتشات وربعة دولة الإنجليزية بس ماشي إنما في العالم كله ما ينفعش حكم يحكم ماتشين وربعة أدي نمرة واحد نمرة اتنين إيه الميزة اللي عملها الحكم ده تخليه يحكم ماتش اللي جاي لي انت انت جت وليكن انت جت عن اللهل بس في حاجات تانية الراجل ده بقاله ثلاث سنين بيحكم في السعودية أكيد فرية الهلال لا لا سدي انا بشوفها لا بص وسأقول لك عجوبة نظر أسمعك أسمعك تفضل ثلاث سنين بيحكم في الهلال تمام طب ما انت عندك حكم مش موجود خلصه حكم عربي اللي هو غربها ما يحكم على الأقل ما حكمش غرماتش اللي أولاني اللي افتتاحي وخلاصه ما حكمش تاني طول البطولة طب ما يحكم ربما هو من المصابين اللي ذكر أسماءهم للنائل اللي احنا الرد اللي جالنا انه هما فيه اتنين مصابين طيب البطولة فيها كم حكم ثلاثة ثلاثة سلائم اللي فضلين اللي فضلين ثلاثة سلائم لا لا مش ثلاثة سلائم ثلاثة اتنين من المصابين ثلاثة اللي هيحكمه يعني ثلاثة هو اللي بقى يعني أه هو البال أفريقي تمام بس برضو أنا شايف ينفع الشيحكم الفلازيبي حكم أوروبي ولا حكم أسياوي ولا حكم ده الكلام اللي قال لنا ولا حكم أسياوي وهي فيها منطق ولكن فيها منطق طبعا ولين في حكم أفريقي ولين في حكم أسياوي وبالتالي وفيه اتنين إصابتين هل الإصابتين دول حقيقة؟ أنا معرفش الحقيقة هل أنا مثلا كالتحاد دولي بكل ما أملك وبكل حكام وبكل والهيس والكلام والدولي وفي الآخر عندي حكم بيحكم مطشين على فكرة على فكرة ممكن الحكم خمس حكام بس في البطولة لا أنت ممكن الحكم ده أنا معرفش خمس حكام بس هو ممكن الحكم ده يوم السبت نلاقيه واحد من بس أنا زي ما كنت بكلم آه أنا زي ما كنت بكلم عن هوند في الأول بتعندك شواهد والشواهد بتؤدي لنتائج الشواهد اللي احنا شفناها في المطش اللي فات تؤدي لنتائج سيئة مش مبشرة بالخير مش مبشرة لكن ممكن جدا نطلع كواس المطش اللي جاي ده اللي احنا نتمنىك ألوية يعني احنا بص هو طبعا أكيد برضو بيدور على يعني اسمه برضو احنا انا شايف من وجهة نظر ان المطش اللي فات كان فيه ضرب الجزاء بتاع تعب قادر ولكن نسبتها الليلة ممكن تتحسب ممكن ما تتحسبش انما غير كده في المطش انا مش شايف انه عمل الجرائم بس خلانك احنا بنتكلم كورا يكفي رقلة الجزاء اه ماشي بس احنا بنتكلم كورا يا سلام ونتا اكيد فاهمني ما عملش محج مكش مش بكاري جاي اسمه صح؟ ولا انا غلطان لا مش بكاري جاي اسمه طبعا دي حقيق صح؟ فاحنا يعني مش هيجي زي بكاري جاي ماشي حد زي بكاري ده ماشي حد زي لو هنتكلم بالمنطق بوندو بكاري دول ما مجوش زيهم بصراحة فخلينا نتكلم منطقي انت لو هم فعلا مفيش حكام يقدر يحكمه جل ثلاثة منهم اتنين مصابين لا يبقى خلاص يبقى اه خلاص ما انا بقولك ده يبقى انا عشان كده اه بالزبط ولكن انا برضو بقول ايه ان ده حكم من وجهة نزل انا كراجل اهلاوي اخطأ في المباراة السابقة في عدة بحسب راك الجزاء على فكرة ما هو انت كنتم ممكن يحتسب راك الجزاء وما تجيش ما تجيش عادي عادي كما هو حسب الهدف والهدف تلعي افصايا بالزبط كده ففي الاخر انا عصد اقولك ان احنا ده حكم وحيحكم المباراة القادمة عشان كده يعني الحمد لله ان احنا مقدمنا الشاكل بس يعني انا بكلم على فكرة انا بكلم كادر حاجة شخصية انا بكلم فيها انا كبنامي انا اصد ممكن اما الحكم لو كانت اتعلن من اول ما اتعلن ونادي الاهل ممكن ممكن مجلس الادارة مسلا يطلع بيان يشتكي الحكم زي ما متخب مصر الاتحاد الكورة اشتكى البكاري والعواقب طلعت اصعب صحيح فانا بقول الحمد لله ان احنا ما اشتكناش الحكم وان شاء الله ربنا يكرمه ويبقى موفق يعني بص الحاجة اللي مش كويسة ان الفار هو اللي بقى برضو مش موفق ممكن الحكم مضل حصل برضو المصر اللي فات انا كدكتور برضو انا كرجل يعني حكم اعايز اعمل عدالة او احكم بعدالة فالمفروض اعمل ايه الحكم قال لي انها مش راكل الجزاء او الفار قال لي مش انها مش راكل الجزاء فقداني صح اروح ابص انا عليه ما ينفعش يعني ما ينفعش ما ينفعش طب اسمعني انت بقى فضل اسمعني انت فضل طالما الحكم الفار قال لي الحكم الرئيسي مش ضرب الجزاء مين اللي بيمشي مع مين الحكم الرئيسي له مطلق الحرية يا دكتور في كل حكم فضل في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة للمطش الحكم الرئيسي حكم الرئيسي ده اللي هو مين حكم الملع الساحة حكم الساحة وبالتاني لو الحكم الفار كلمه وقال له لا مش راكل الجزاء هيقوله حروح اشوفه ارجع بقى تاني بقى انا ارجع اقولك حاجة فضل حكم الفار لو ما شافش حاجة صحيحة 100% بيمشي مع حكم الساحة ادي نمرة واحد تمام نمرة اتنين الحكم في الملعب شافها مش ضرب الجزاء اه لا دي حاجة تاني خلاص اه دي ممكن حاجة تاني صح حكم الفار لان الموضوع ما يستدعيش وانا همشي معه خلي بالك مطش صعب ومطش مهم ومبارة مهمة واتنين صفر وان انا روح اشوفها مش هتاخد مني ديتين انا عارف ان انت بس انا بقولك انا لو انا ما كان وانا هفكر كده وفي الاخر انا متأكد 100% انها ليست من ممكن نظر الحكم انا متأكد 100% انها ليست راجل الجزاء ممكن اروح اتأكد 200% ممكن بس برضو المفروض الفار هو اللي كان قاله تعالى تفر مفروض طبعا لا معاك ولكن لا احيا حكم الساحة له مطلق الحرية في اختيار القرار بس المباراة انما ما ينفعش بتاع الفار ما يقولوش تعالى فهو يجوح اسمعني ينفع ينفع رسميا ينفع يمكن والله خلاص هسألك هسأل بتوع الاعداد حاج ممكن يجيبونا نطلع من قصة لو حننتقل بقى للمباراة نفسها وكابتون فاوز احنا واخدين على حضرتك في تحليلاتك في الصبح بتكون يعني عقلانية جدا ومنطقية جدا احنا دلوقتي تتكلمنا قبل كده وتوقعنا بين الاهل والسير وحليكوا تمنورنا قبل المباراة وتكلمنا وقلت لنا دي مباراة تبقى صعبة ولكن فيه امل هل نقدر نقول المرة دي فيه امل وهل نقدر نقول لو فيه امل فعلا ايه النقاط اللي احنا مفروض نشتغل عليها من دلوقتي طيب بداية انها مباراة صعبة جدا اصعب من اي مباراة عدد انا شايف انها اصعب من المباراة السابقة لأسباب كتيرة جدا اولا الدرب بين مصر والسعودية ثانيا الدرب بين الهلال الكندي وبن النادي الاهلي الكندي وبن العرب كلهم مجتمعين دول احسن ناديين موجودين في العرب ادي نمرة اتنين نمرة تلاتة كان فيه زمان بطولة اسمها البطولة الافرأسيوية بتوقام بين بطل افريقيا الدور الابطال وبطل اسيا الدور الابطال فده اعتبر استنساخ لها بصورة دولية اعتقد ان الثلاث نقاط دول نقاط كبيرة جدا المباراة لها اساسية خاصة الهلال عمرو ما خد برونزية احنا خدناها مرتين الحمد لله عندهم تيم دفعين فيه جايبين سبع محترفين سبع محترفين 34 مليون يورو في شهر وما حققوش بي حاجة يعني مش اول وثاني فعلى اقل يقولك ايه الحق ابقى ثالث وسبع محترفين كل واحد فيهم زي ما بيقولوا في مكانه حاجة كبيرة واداء كويس امام تشلسي يعني احنا بنحاول نجيب التاريخ برضو الجزيرة ولعبوا ماتش كويس قدام الجزيرة والتشلسي كانوا كويسين جدا اخر 40 دقيقة اخر 35 دقيقة فهم فرقة كويسة وفرقة محترمة نرجع بقى النادي الاهلي عمرنا ما بيهمنا اسم اكيد انت يسلموا تأكد ان الحاجة زي كده او لعبت وكنت شايف ان النادي الاهلي عمره ما بيهمه يهمه القتال والروح في الملعب ادي نمرة واحد نمرة اتنين النادي الاهلي النادي القرن في افريقيا احسن نادي الكرة في افريقيا مقرنة تنباسية ما فيش وجه مقرنة اكيد نقطة نقطة صحيح انما هما كفرقة كويسة بس احنا برضو فرقة محترمة جدا وفرقة كبيرة ولنا اسمنا ولكن لنا ظروفنا ايضا اللي هي غير مسبوقة واستثنائية بشكل كبير بالظبط ظروفنا مش تتمثل بس في اللعيبة رجعت لا هي اللعيبة رجعت ميتة يعني اللعيبة الدولية اللي لعبوا او بيلعبوا اذا كان حمدي او عمر السلية او حتى ايمن اشرف مع انهم ملعبش اخر مرشا ولكنهم ميتين نفسيا وبعدها بدنية رهاق بدني طبعا طبعا رهنيا اكيد واخد جزء من تفكيرهم ان البطولة ضاعت انا هيك بقى بانهم مش موجود لعيبة كبيرة وتقيلها اكرم ربنا يشفيه وعمار حمدي لعيبة كبيرة وتقيلها تؤثر في اي فرق وعلى الصعيد التاني انت بتلعب فول تيم يعني انت ما عندكش اي مشكلة ورغم كده برضو ينارد جاديم كان طالع بيتكلم ان انت بدين 72 ساعة وفي ضغوطات يعني حتى ده رغم كل ده هو ما كانش مهما يقول ضغوطنا اكبر بكتير جدا 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 من المدرب يقولوا لان احنا فعلا احنا فعلا احنا تعبنين اكتر بكتير تمام اكتير يعني انت بتحول توفق في اول ماتش كنت بتحول توفق لعيبة من هنا ومن هنا عشان تكمل 11 الحمد لله الماتش اللي فات في بداية المباراة ما استعنتيش بفول تيم عشان خاطر برضو كان فيه ارهاق اذا كان حمد فاتح ان الطبيعي انه هيبتدي شريف المفتوض انه يبتدي ده طبيعي انما انت دلوقتي خلاص في موقف تبتعب على البرونزية مش عايزين نقل عن البرونزية هتبقى لو خدنا ميداليا هنبقى ثالث فرقة في العالم بعد برشورنا وريال مدريد تاخد ميداليا في البطولة ثلاث ميداليات يعني الفريتين دول بس اللي خدوا ثلاث ميداليات قبل كده في البطولة هنبقى احنا الثالث في العالم كله كده دي حاجة على جنب في الجنب هنعمل ايه اكيد احمد ثابت وجمال اتكلمنا فعلا اتكلمت في حاجات كتير ولكن انا يعني مش مع الناس اللي بتقولك احنا نلعب اربعة اتنين تلاتة واحد من الاول ونروح بالمراس نظر مدرب انا احنا نتدي تلاتة اربعة تلاتة لا قدر الله في حاجة حصلت ممكن يبقى فيه تغير زي ما حصل للمطش اللي فات ونرجع اخلي بالك زي ما الحكم هو سيتقراره في الملعب المدير الفني هو سيتقراره في الملعب انا دايما ما بحبش اقول ايه ما بحبش اقول احنا انا اسلام اقول مثلا انا عايز العب بالطريقة الفلانية انت احمد فوزي لا تقدر بالعكس نقدر نقول لكن في الاخر القرار بتعمين انت المدير الفني المدير الفني من حقه ان هو يتخذ القرار اللي يرى مناسبا في المباراة اللي جاي فيه ناس تقول زي ما انت بتقول او يعني او 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 بزبط بزبط طب يا جماعة انا عندي مشاكل ورا كبيرة وعندي مساحات كبيرة وهم عندهم سراعات غير الطبيعية وعندهم لعيبة بسيرز كويسة جدا ممكن توصلك للجنب بسهولة جدا فانت ليه تروح وتفتح خطوطك وتضغط عليهم هتضغط عليهم من فوق يبقى لعب في 40 متر من فوق من عند نص الملعب واضغط عليهم من فوق فاهمني انما لو انا لعبت في 70 متر كده كده وبقى فيه مساحات هتضرب الروح اضغط من قدام وخط الظهري بواف مثلا عند قدام 18-10 يارضة الاسلام مساحة كبيرة جدا هتضرب فيها من الناس اللي على الاطراف طب ايه الحل يهما روح اضغط من قدام ولعب 4-2-3-1 وجازف يهما استنى 3-4-3 ولعب على المرتدات واعتقد ان المسلمان بطبعه هيبقى اقرب 3-4-3 يعني دي وجهة نظر اللعيبة اعتقد ان مصر كلها عرفت تشكيل من اول انبارح تقريبا ان هو انا ما عرفوش لا يعني اللي الناس بتتكلم فيه ايو دي حقيقة ما هو ما تقالش غسميا انماس كلها بتتكلم من قدام طاهر وشريف وعب قادر والثنائي والثلاسي على حسب ما لعبها وديانجو وعلي وهاني والثلاثة اللي وراء حمد فاتحي ومحمد عبد المنعم ومعهم ياسر إبراهيم اعتقد ده الثلاسي الاقرب للتواجد ومعهم علي لطف وحراس المرمى اكيد علي لطف اكيد علي لطف لانه ما فيش اقام خلاص انه يرجع سليم لان مزق ولسه ملتقمش وبعد الاشعة لسه ما ظهرش اللي التقم في المية فلا ايه رايح احسن عشان نرجع نستفيد بي ان شاء الله في افريقيا والمنتخب يستفيد بي ان شاء الله هنكمل كلامنا ولكن خلينا نطلع نشوف ماذا قال النجم محمد محمود مع زميلنا امير هشام ونرجع نكمل مع حضراتكم مع النجم احمد فروز تحية اليك كابتن اسلام وتحية لكل مشاهدي في هذه اللحظات مع واحد من نجم النادي الاهلي الجمهور بيفتقدوا جدا على مدار فترة كبيرة ومنتظر مشاركته بشغف في المباريات وان شاء الله قريب يكون من العناصر الاساسية في صفوف النادي الاهلي كابتن محمد محمود نجم النادي الاهلي يا محمد براحب بك في البداية ومنورني حبيبي يا امير ربنا يخليك حبيبي ده نورك الدنيا تمام كله كويس زي الفل مش قاعد معك بقا كوي حبيبي طيب في البداية يعني خلينا نتكلم على فيه اكتر من حاجة عايزة اتكلم معاك فيها بصراحة خلينا نجم من الاول كده شوية ماشي محمد محمود جي النادي الاهلي في يناير 2019 الناس كلها كانت منتظرة الصفقة دي بشكل كبير كان امال كبيرة جدا منعقدة على محمد محمود لكن للأسف الشديد وقدر الله مشاء فعل إصابات بالشكل متتالي فترة الإصابات دي أكيد فترة كانت صعبة وخصوصا ما تكون إصابة زي روباط الصليبي أنا عايزة أعرف اتعاملت ازاي في الفترة دي قدرت ان انت ترجع تاني ازاي رغم ان بيبقى فيه صعوبة ان ترجع من إصابتين روباط صليبي وغضروف وكلام من ده احكيلي عالفترة لين لا وانا في البداية انا اقول لما جيت اتصابت كتبه يعني كان في زي اش عايزة اقول غلط بس تمام كان هناك مشكلة فالحمد الله حلناها وفالحمد الله بقيت كويسة ولكن على مدار هذه الفترة كلها كان زمايلك بقى إخواتك وصحابك وزمايلك في الفريق وعائلتك هم بقى اللي بيبقوا السند والدهر وبيبقوا الداعم بقى في المواكف الصعبة أنا بصراحة بجد أنا اللعبة كلها وقفت معي بكل أمانة سؤالهم علي بحسزك بأنك عيلتك بتسأل عليك كده ما بتحسش أنه غريب من أول يوم جيت عديت الحمد لله بفترة صعبة جداً يعني فاتني كثير بس إن شاء الله بإذن الله حاول بإذن الله يعني لما بتدي هاخد إن شاء الله هحاول بقدر الإمكان يعني عوض كل اللي فاتني إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله لكن السطرة هي كانت صعبة بس في الحقيقة الناس كانت شايفة في عيون محمد محمود قوة وإصرار على العودة رغم صعوبة الإصابات طبعاً القوة دي جايبها منين الإصرار ده جايبه منين والعزيمين والله ثقف ربنا سبحانه وتعالى ثقف في قدراتي أنا يعني عارف إن ربنا سبحانه وتعالى ما بيجي حاجة وحشة فأنا كنت واثق مليون في المية إن أنا كل اللي بيجي لي ده خير فمكنش عندي مكنش أول الله بجد مش عشان قدام الكاميرا بس أنا فعلاً ما كانش فيه شعراية بتتهز مني أو شعراية بتتهز سكتي في نفسي ده بجد مش كلام فكنت عارف إن أنا كده كده بفترة وأعتعدي ومسألة وقت فكنت بس أحمل وبدوس على نفسي بس فعدتها الحمد لله ومع الفرقة والحمد لله الفترة دي الجاز مستر بيتسو مسماني بيشيت بها جداً كويس من ثلاث تانية خالص وبقيت كواليتي تانية خالص فيعني الكلام ده برضو كلام إيجابي جداً جداً وكنت مبسوط جداً لما جيت كلم معي بصراحة بس دي حاجة دي حاجة أكيد مهمة لكن في نفس الوقت عشان أختم بقى الفترة الصعبة دي تمام جمهور الأهلي كان ليه دور كبير قوي محمد محمود جداً ويعني كنت شارفين جداً جداً حب النادي الأهلي لمحمد محمود بغض النظر على التعاطف بسبب الإصابات لأنه هو في حب متبادل كده جمهور الأهلي لمحمد محمود جداً برغم أن أنا ملحقتش ملحقتش تلعبت أصلاً 45 دقيقة قبل أن تتصاب أصلاً أول متبادل لعبت ربع ساعة غالباً أو تلت متبادل بعد كده لعبت سموح ساعة بالضبط في سموح على الحب اللي أنا لقيته ده مش مصدق تتخيل سببه إيه مثلاً الحب ده والله أنا مش عارف بص ساعات كده تلاقي في لعبة في الأهلي جمهور بيحبهم جداً من غير مثلاً أي حاجة تعتقد أن هناك علاقة قوية جداً أنت أصلاً خلي بالك يوم عندما تصابت الصليبي الثاني أنا في كمية ناس جات لي تحت البيت جمهور جمهور النادي وهتفات وبانرز أنا مش مصدق يا جماعة إيه وبتاع اللي هو جايين إحنا مش جايين أصلاً إذا ما هم مردوش يهتفوا عشان خاطر الناس عندنا ما يتضايقوش شايف مدى ال فجايين اللي هو بس بيوصل لك ميسج أنت 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 يعني على قد مقدر كنا بنحاول نطلع الناس تقعد بس العدد كان كبير جداً 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 فكنا بنحاول نطلع على قد ما نقدر بس اللي هو الناس يعني اللي هو الممالكوبار في السن جداً كان بيجيلي ناس كبيرة جداً دولي أنا من أنا مش أنا من قسيوت أنا مش من قسيوت قسيوت جايين تهتتتتفلي فمش مصدق أنا مش مصدق وناز بقى بتجيلي من من سوهاج ومن المينيا والناس دي بتجيلي البيت وأنا أنا مش عارف أقدم لهم إيه أقدم لهم حاجة ساعة بس اللي هو يعني أقدم لهم واجب ديفة بس لأشيلكوا فوق دماغي ومش عارف حتى مكسوف منهم إن أنا مش عارف أقول لهم إيه يعني كتر خيلكوا بجد ومش عارف جملكوا ده بجد والله فوق راسي أه أه بشكر كل واحد جالي للبيت وبشكر كل واحد دعمني حتى بمسج بجد والله كب تفرق معي جداً وبتمنى من كل قلبي الناس يعني تدعم عمار وفي موقف أكرم أهم في موقف يعني لواحد عشان عدى به فالموضوع صعب أكتر واحد حاسس بهم أنا طبعاً عمار أول يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بتلاه بالصليبي كنت أنا يعني كنت أنا قدامه كده يعني هو كان هنا كده وأنا كنت يعني قدام وفي موقف extinct فلاحظة يعني أنت أول يتصاب حسيت بصراحة وذنوح نزلت لدموح نزلت ومارضة شبين للا أخ Pam فتعبيرات عشانه كانت نفس تعبيرت عشان في مطيز وصوحها يعلمها جامد ص twins ما جداً جداً يعني مش آي حد يستحمله وبعد العملية بقى بيبقى لأوجاع أكتر طبعاً فالموضوع يعني أنا بقى يعني هو أصلاً ما كانش قاعد معي في القوضة في المواسكر ده فجبته قاعدته معي وخلت أنا كان معي كريم فؤاد فخلت كريم فؤاد يروح يقعد معه مع أي حد تاني وجبت عمار يقعد معي عشان خطر عشان تتكلم معه كثير وتوصل له هو أصلاً يعني كلام أنا بيبقى عارف أنا بقول إيه أنا بالزبط واحد نجرب بالزبط فأنا بعرف بالزبط أنا بقول إيه ممكن لعيبة تيجي تخش تقول مش أصلاً كلام هو يحسه رخب يأثر عليه نفسياً بالزبط أنا أكتر واحد حاسس أنا أكتر واحد حاسس بكل كلمة هتطلع من بقى فلما خدته معي هو أصلاً هو اللي طلب قال لي محمد بقى أنا عايزة عود معك أنا عايزة عود معك بش عايزة عشاف حد طوله تعالى عمار عادت معي عارف أنا بقول إيه كويس عارف أنا بوجهه في إيه عارف أنا بنصحه في إيه من الوجع اللي أحسه على قد ما أقدر بصراحة بس فربنا رب يا رب بجد يشفيه وإحنا عمار والله الجد كلنا يا ابني بنحبك وكلنا في ظهرك وكلنا هندعمك إن شاء الله بإذن الله ربنا رب رجعك لنا بالسلامة وإحنا الدنيا وحشة من غيرك يا عمار دمه من أخاف الدم في فرقة من عمار روحه حلوة فبجده إحنا متأثرين جدا بغيابك عمار ربنا رب رجعك بأسرع وقت إنت وأكرم بإذن الله وإحنا في ظهركه دايما يا رب إن شاء الله بإذن الله طيب يعني أكيب نتمنى لهم كل السلامة لكن خليب أتكلم على محمد محمود شوية والتواجد هنا مع النادي الأهلي في أجواء كاس العالم أو مش مقايد في قائمة البطولة لكن في نفس الوقت التواجد في البطولة زي دي في أجواءها ده أمر جيد وأكيد تبقى للظروف اللي مرنا بها كنادي في فترة اللي فاتت إصابات وغيابات ومنتخابات وكلام من ده كانت الأمور صعبة قل لي أنتو كلاعيبك كنت بتتكلمه كيف كنت بتهيقوا نفسك نفسياً كيف تلك البطولة؟ والله يا وكده كده أنت نفسك أي لعيب كلمة كاس العالم أصلاً لوحدها بتخليك أنت أوتوماتيك بتخلي حتى لو أنت تركيزك أصلاً بتركز في الموتش مثلاً سبعين ثمانين في المئة هتركز في البطولة مليون المئة فالبطولة كمان حتى هنا الأجواء جميلة الأجواء تخليك كده تحب أنك عايز تلعب فالجمهور عمير جمهور عندنا أول ماتش منتريال مونتري 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 الملعب كان مقفل وإهتفات وهم يهتفوا وكنت جسمك أشعر كانت أموته أبقى موجود بصراحة بس يعني هتفرحتي لا كده كده لأ إن شاء الله أنا أصدقائي أنه أنا بجد نفس ألعب تحت أجواء كورة فالاستعدادات كده كده بتبقى التركيز ببقى فيه تنشانة شوية اللي هو برضو كاس عالم وبطولة للتاريخ وعايزين كل واحد يكتب تاريخ لنفسه وعايزين كل واحد يحاول على قد ما يقدر يعمل ولو جزء بسيط من تاريخ النادي الكبير فكده كده كله كان حاسس بالمسؤولية وكله كان حاسس بالموقف اللي احنا فيه فكان التركيز كان قوي قوي يعني تمام، هرجع شوية لبطولة كاس الرابطة مشاركتك فيها يعني ابتديت بقى تاخد مباريات رسمية فرقت معك المشاركة في البطولة دي تحديداً في آخرها جالك شد في القدرة الخلفية بس برضو شاركت يعني آه لا فرقت معايا بصراحة فرقت معايا كحساسية متشاط طبعاً كبرضو زي عارف انت اللي هو أكني بتاخد ثقة لرجلك بالزبط طبعاً يعني بصراحة كنت تبقى عملها علق شوية في التمرين بس الحمد لله دلوقتي خلاص لما خدت حكاكات وكلامين ده متكالنج بقى وكده الوسوى صراحة بالزبط فالهو يعني كان برضو بيني وبينك يا أمير كان غزباً عني طبعاً عددت بكتير والله عميش والله عددت بكتير جداً ربنا هعوضك خير بانك يا رب والله أنا كده كده الحمد لله يعني واصل ملون في المئة ربنا سبحانه الله عوضني خير فبس جالي جاي شد في الخلفية بعد كده قعدت فيه أسبوع وانزلت الحمد لله معهم في التمرين الحمد لله الحمد لله الجمهور النادي منتظرك وإن شاء الله بإذنها ترجع متقلق وتساهم في بطرات كتير جداً مع النادي قدامك مستقبل عظيم سواء مع الأهلي أو مع المتخم مصر فعايز منك رسالة أخيرة للجمهور النادي الأهلي يعني الرسالة التي أوجهها لجمهور النادي الأهلي شكراً على كل شيء بتعملوها شكراً على المسندة شكراً على الروح التي نقابلها شكراً على المواقف التي نقابلها في الشرع منكم نعد بمواقف كتير جداً أمير جميلة جمهور الأهلي جد مش في كل حتة لا، هذا في كل مكان في الوطن العربي ربنا ربي خليكم لينا ودايماً يا رب كدا دايماً في ظهرنا وأنتو أكبر داعم لنا بنتمنى يا رب نكون عند حسن زنكو وبنتمنى يا رب نقدر نسعدك على قد ما نقدر أنتو الحاجة المبهجة اللي الواحد بيجد بيحبها أنتو اللي بتشجعونه مغير مقابل أنتو الحاجة الوحيدة نحن على قد ما نقدر بنحاول نسعد عشان خاطر نبسطكو فنتمنى نكون عند حسن زنكو بنتمنى نكون يعني نكون سبب فرحكو يا رب إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بشكرك جدا يا محمد وبالتوفيق يا رب إن شاء الله كل يوم منتظرينك ترجع أقوى من الأول بإذن الله يا رب إن شاء الله وسلام الكابتن الإسلام شطر أكيد هو سمعك دي البقاء يا حبيبي يا كابتن الإسلام بشكرك يا محمد شكرا جزيلا حبيبي يا عمدي طبعا كان ضفنا الكابتن محمد محمود نجمي النادي الأهلي إن شاء الله يرجع سريعا سريعا هو موجود مع الفريق ويتمرن بشكل كويس جدا كان عنده صبب العضل الخلفية فترة اللي جاية بإذن الله يكون عنصر قوي وفعال مع الأهلي في مختلف بطلاته خلينا نرجع للستوديو كابتن سامن الشاطر اتفضل شكرا لك جدا زمان العزيز أمير هشام ملقاء جميل مع نجمة الأهلي كابتن محمد محمود وارجعنا مرة تانية مع كابتن سامن الشاطر ومع نهواند ومع كابتن فوزي وأعتقد أمير ومحمد قالوا نقطة حلوة جدا هو الحديث عن الجمهور يعني ما عليش خلينا نقف هنا شوية وانتوا بقى حضراتكم يعني لاعبة سابقين وقد إيه الموضوع فعلا مؤثر بشكل كبير وقد إيه الموضوع بياخد المباراة ممكن لحتة تانية خالص يعني ممكن نتكلم في ده شوية بصي وأكيد وجود الجمهور في أي مغراء بيدي لها طعم مفيش شك مفيش شك أن جمهور النادي الأهلي بقى في حتة تانية يعني ممكن تتكلم على أي جمهور بنفس المنطق إنما جمهور النادي الأهلي ودعمه المستمر داخل وخارج الملعب للعيبة في حتة تانية خالص تعالي نقول إن مثلا ممكن نقول إن 60% أو أكتر من جمهور مصر عمتن محب النادي الأهلي لو مشيتي في الشارع لو في أي حاجة بتلاقي أول ناس بتوسيكي قبل حتى أي حد قبل الإعلام وقبل أي حاجة هو مهور النادي الأهلي وأثر أوي برضو العدد الأولي للمرة اللي فاتت في باميراس يعني ولو خلاص ما كان سوق ترتيب أو غيره يعني برضو الموضوعات ما كانتش واضحة وقتها بس أثرت يعني لوحد كان متوقع حاجة فعلا كان العدد يمكن صغير بس حتى لو نتكلم في 2000 كانوا مؤثرين جدا بصي موضوع ده موضوع شائك لأن قصة قصة التحاد دولي وأن أنت مش محدد مش محدد عدد الكلاسي والمفروض بس تعرض النص لحد ده ما للشارع وبعدين النص التاني تعرضه فدي مشكلة عندهم أيوة تمام ماشي إلى 2001 صوتهم مع النادي الأهلي يعني بعشرين ألف وكي دي تجربت وشفت وعشرت في موتش النهاية الأفريقية اللي كان في المغرب اثنين من الجمهور بس عمرو وأحمد وسوتهم كان واصل للعيبة في الملعب دي في حد ذاتها حاجة تانية خالص السوق عارفة لو واحد اللعيب في الملعب حاسس وسامع إن في حد بيشجعه بتخليه طلع كل ما عنده حتى لو كان جمهور بل مراس كان أكتر ولكن أكيد لعيبة لنادي الأهلي الشحن المعنوي بوجود ناس بتشجعهم في الإمارات دي حاجة ميزة كبيرة جدا نهيك بقى ده جمهور النادي الأهلي فلا أعتقد إن جمهور النادي الأهلي بيأثر جامد جدا في لعيبته بيأثر بالإجاب وممكن تبقى نقطة قوة إن شاء الله في المباراة بص يعني خلينا برضو نكون يعني بص عندنا نقدع في كتير قوي برضو كابتن فوزي السعودية قارب السعودية قارب لا لا السعودية قارب الإمارات وهتلاقي جمهور كتير واللي حجز حجز خلاص لأن هما ما فتحوش غير النص فتحوا النهاردة يا دوبك اللي يحجز يحجز واللي حجز إن باري حجز من السعودية فأعتقد إن هما برضو ممكن يكونوا أكتر ولكن إن شاء الله إن شاء الله اللي يحضروا من جمهور الأهلي أو جمهور مصر إن شاء الله يبقى دعم كبير جدا للنادي الأهلي طيب الفترة اللي جاية دي عفوا المباراة اللي جاية تحديدا يعني هي مباراة ميداليا إحنا قلنا إن الهلال ما خاد شبل كده والأهلي خاد مرتين والكلام ده كله ولكن في النهاية هي تاكت الجول 11 ضد 11 11 بلعبه ضد 11 ومدير فني بيضع طريقة لعبة معينة ومدير فني قدام وبيضع طريقة لعبة معينة من وجهة نظرك بشكل عام مش عايزين نخش في كل التفاصيل اللي احنا تكلمين فيها ولكن بشكل عام من الأقدر إن هو يكسب في هذه المباراة أنت سيبك من طريقة اللعب أو سيبك من خطة اللعب نتكلم في الطريقة أنت بتلعب على أن أنت تأفل وتلعب الطولي في ظهر الباكرايت والباكليفت أو في قطر ما بين السيردباك والباكرايت دي طريقة لعبك اللي أنت بقالك عليها ماشي عليها بالطريقة دي هم لعبوهم أقرب للاستحواز والصعود بالكرة من تحت الفوق حتى مع فرق تشيلسي وقوتهم كانوا بيعملوا نفس القصة فأنت لو روح تهجمتهم زي ما قلت لك من قدام مش عايز تفتح الخطوط فأنت لازم ترجع تستناهم وتستناهم وتقطع وتلعب في ظهرهم بس في النقطة دي تعديدة أنا يا دكتور بيقول لك يقول لك طب ما قال أهلي لازم يهاجم ولازم يعمل و لما هاجم أخد خمسة بقى و روح أنا يعني مش لازم أهاجم هو يهاجم بزكاء بالضبط أنا ههاجم بس إمتى لما الكرة يبقى معايا وفي مساحات أعرف هاجم فيها إنما ههاجم هو خلي بالك معلش بالمراس جاب فينا جونين صح جونين اللي إحنا اللي جابهم فينا دول هل علي لطفي جاتلو حاجة تانية وصدها مثلا فيش غير كورة واحد ماشي هم لاجمتين ماشي هم لاجمتين معناها إيه معناها إنهم ما موصلوش كتير ولكن أحرازه ليه عشان فيه مساحات كبيرة فيه جاب كبير بين السردباكات حصل خصوصاً الشوت التاني يعني جاب كبير جد بنص الملعب والسردباكات بينها وبن بعضها دي نمرة واحد نمرة اتنين إنت بقى لما روحتي هاجمتهم ضيعت 12 فرصة الشوت التاني بس 12 محاولة على المرمى منهم تحت الثلاث خشبات سبعة طباً ده مقلق جداً اللي جاي بردك ما أنا بقولك هو رقم كبير إنت لما روحتي هاجمتي صح؟ أيو بس قبل كده هم مش عارفين يوصلوا لك حتى وانت وقف على رجليك الشوت الأولاني لحد ديها 38 لما جفك الهدف مش عارفين يروحوا على الثلاث خشبات فده معناه إن انت كنت ماشية استراتيجية قويسة جداً يمكن الوحيد اللي كان بيعمل لسبرنتات الطولية دي في قلب الملعب وبيضرب خط عرضي ديانج الوحيد اللي ضرب خط عرضي إذا كان بباص أو بسترايكر هو ديانج فده ممكن ينفعنا بكرة وبنفس الطريقة أنا إزاي ما بيقولوا كده أعمل لهم كمين أكمل لهم وراء بس في مشوارة قوي يعني من نص الملعب ولما قطع هلاقي مساحات كبيرة لأن هما كمان بييندفعوا هجومياً بطريقة فضيعة ده هما عندهم الديفندر بتاعهم كانوا ده على طول على الثمنتاشر كنه وكنه ده على طول على الثمنتاشر فيعني ده أقرب واحد المفوض أن هو يدافع مش موجود غير في حتة هجومية فأنا شايف لأ إحنا سيبك من الطريقة المهم الأداء والتاكتك اللي انت هتمشي بي لو مش بالتاكتك صح أعتقد مستر موسيماني بيعرف يعملها كويس قوي أو من أحسن الناس اللي شفتوه بيعرف يعملها أنه بيكمن للفرق اللي قدامه وبيفجئهم في الهجوم بتاعه دي يعني ميزة عنده مش موجودة عند ناس كتير يعني هيك عشان إراية المباراة والخصم بشكل جيد هو يدي اللي ربما تعطي 50-50 كنسبة رغم أي صعوبات أو أي غيابات أو أي ظروف يمر بيا الأهلي هم نتكلم في القراءة أهم شيء رغم أي ظروف النادي الأهلي ما بنفكرش في الخصارة ده تاريخيا طبعا ما بنفكرش في الخصارة يعني حتى وإحنا راحين بسكوهد في أول ماتش مش هو 100% ولكن كنا كلنا عندنا نسبة أمل صح؟ وكسبنا الحمد لله أنت دلوقتي رايحة بكرة تلعب الماتش السنة فاتت بالمراس وإحنا بنلعبه في الثالث والرابع كان برضو كل اللي بيتكلم بيتكلم أن بالمراس هيكسب تالي بس إحنا كان عندنا أمل من جوان أن إحنا نكسب وتكلموا على منتاري أنه برضو الله يكسب ومنتاري قاله حتى بكل القياسات منتاري أعلى ولكن أنت النادي الأهلي أنت روحي النادي الأهلي فأعتقد إن شاء الله 50-50 وإن شاء الله نطلع كاسبانين بكرة البرونزية بأمر يوم السبت البرونزية بأمر بكرة بقى ما خلصت عدد 12 ببكرة فيبقى بكرة أيضا الأوراق البديلة اللي في إيد بيتسو بسماني أحسن بكتير من الأول يا رجل إحنا الأول كنا يعني مش لقيين أنت أولا عندك أفشة لو على التشكيل اللي بيتقال لا أفشة بره كده كده أصلي 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 الشحات عندك ممكن تلاقي مثلا وليد 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 ولويس كريم فؤاد كريم فؤاد بس خلاص بقى نص الملعب عادي ومحمد مغربي ومغربي ومحمود وحيد بس دول المتاحية إحنا ندور على حد يوعد على الدكة يعني إحنا ندور يعني وبرضو الناس لازم تفهم إن إحنا مش السكوات مش كامل إحنا وعين كتير قوي كتير برضو ما شناوي يخلي بالك شناوي بنون أكرم عمار حسام حسن من تاني مصاب في أي في أي نادي كبت الفوزي في العالم لعب لعب بظروف زي كده يعني عايزين نرجع ونقارن شوي دي لعطات خاصة لنا للقناة الحقيقة نهواند ده الشناوي هو يعني كان قاعد طبعا في الريسابشن وجاله بعض لعاب نادي الوصل الإماراتي وسلموا عليه وزي ما حضراتكم شايفين فضلوا طبعا يعني كل الشفالي إن شاء الله بإذن الله أسرع وقت احنا محتاجينه جدا جدا فكبت الفوزي بس أل حضرتك عن المقارنة لو ممكن إن إحنا نعمل مقارنة ما بين الظروف الحالية للنادي الأهلي وأي نادي آخر مر بنفسه الظروف ولو حتى شبيهة وبرضو كان عنده مباراة أو بطولة يعني كبيرة لا أنا ممكن أقولك إن في لعيبة بتأثر في أن ده يعني في لعيبة إصاباتها بتأس يعني من دايك السنة اللي فاتت لما وقع ده وصليلي ليفربول دفاعيا بقى مفيش حتى بناء الهجمة بقى مفيش الشخصية في الملعب بقيت مفيش ده لعيب واحد أه ولعيب تقيل ولعيب مهم جدا 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 بس ما ينفعش أن ينادي يوقف على مهما كان على العيب من غير ممكن تعقيد المقارنة في المسألة ممكن نقول في 2018 2019 ميسي لما كان بيتصاب برشولنا ما كانش بيجيب جوهن ميسي لما مشي دلوقتي لا بس يعني ميسي لأ يعني بزي الأول يعني 17 و18 كانوا معتمدين اعتماد كل عليه على لعيب واحد رونالدو لما مشي من ريال مدريد أثر فيهم بالسلب كتير لا طبعا في لعيبة بتبقى مؤثرة في كل فرقة على حدة لما بتمشي بتأثر في النادي بتخيل بقى انت عند كم إصابات خمسة ستة سبعة مع بعض يعني لو عدنا نفتكر 2018 نهاية بتاع الوداد احنا رحين من غير بدو دك يعني سورة 2017 نهاية الوداد 2017 ترجيه و18 2017 احنا رحين من غير دك كم إصابات غير طبيعي بداية كم من عالي معلول وأنا مش فاكر بالزبط كتير كتير وأثر علينا بالسلب وخصوصا الماتش اللي هناك كتير جدا فبرضو لا أكيد الإصابات بتفرق مع الاندية بس تحديدا بس الظروف المكس دي ما بيتقال جديدة يعني المكس اللي عند النادي لقال دا محصلش على حد يعني لحد مثلا من شهر ونص قبل بطولة الأفريقية للمنتخب كنا فلتيم فلتيم أكرم موجود وشنا وموجود وبرست كل الناس وهو عمار وشوفي بس فاربعين يوم وعملني كاربعة منهم اثنين إصابات طويلة واثنين إصابات عضلية كبيرة فلا ربنا نكسب إن شاء الله يوم من السبت إن شاء الله يا رب كل التوفيق لنادي الأهلي في هذه المباراة المهمة جدا والصعبة جدا الحقيقة وإن شاء الله ربنا يكرمنا فريقين كبيرين سواء نادي الأهلي أو نادي الهلال وإن شاء الله مباراة تليق بالفريقين الكبيرين يا دكتور شرفت ونورت ونستمتع بوجودك دائما معنا شكرا لك ابتن فوزي جدا شكرا لك وشوفك الصبح الأسبوع الجاية نحن من بعد فين نحن نروح من بعد فين لا بكرة جمعة هل ستستغل حزل أنا معلمت طبعا يعني دي كانت نهاية هذه الحلقة ولكن الحلقة أو البرنامج لم ينتهي دائما بيبقى عندنا استكمال لهذا البرنامج الفقرة وفقرة مهمة جدا مع زملائنا الأعزاء نهوان أحمد وسامة ومحمد فارس دائما بيكونوا معنا وطبعا كالعادة يعني انت شرفت ونورت شكرا جدا كالإنسلام يعني إن شاء الله مناسبات الحل أنا كنت ما تداوم عادة عامة لا تأمل كده عادة بحيان من الصبح من الساعة سبعة برضو ربنا شكرا لك شكرا لك بجان مرسي جدا وبرنامج جميل ومتابعينه كتير جدا زي ما كنا بنقول برنامج علامي فعلا ليه يعني جمهور علامي حي في كل دول العالم توفيق إن شاء الله أنا بشكرك شكرا جزيلا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا أسيب حضراتكم مع الزملاء المتقلقين محمد فارس وأحمد وسام كابتن إسلام نهوان بكابتن أحمد فوزي حلقات الأهل في المنديال ممتدة طول ما أحلام وأمال الأهل في المنديال أيضا ممتدة إن شاء الله أحلام النادي الأهلي تنتهي بمستوى يليق بجمهور النادي الأهلي وطموحاتهم ونحقق البرونزية المنتظرة بإذن الله نحقق البرونزية المنتظرة إن شاء الله السنة دي ويا كابتن إسلام نجيب تاني زملتنا نهوان تتسهر معنا السنة الجاية لما يكون إن شاء الله النادي الأهلي في المنديال بإذن الله العام القادم إن شاء الله قدرين على حصد اللقب الثالث على التوالي ونتكلم في الآلي في المنديال ولكن بعد الفصل